أكد محافظة البنك المركزي دكتور عدل شركس على دور القطاع المصرفي في تنفيذ وثيقة أرواية الاقتصادية وأهمية تضافر جهود القطاعات المالية وتوحيدها لتحقيق أهداف الرؤية جاء ذلك خلال جلسة حوارية ناقشت دور قطاع الأسواق والخدمات المالية في رؤية التحديث الاقتصادي وكيفية إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل الهادف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي في عشر سنوات إلى نحو 58 مليار دينار رئيس مجلس دار الجمعية البنوك باسم السالم أكد أن القطاع المصرفي يصير بخطة ثابتة تنعكس على تحسين مستوى حياة المواطنين من خلال البرامج والمشاريع التمويلية التي يقدمها ويشارك بها